ثم أحبائي بعد فترة من الزمن النبي الشعياء بيتكلم عن نفس هذه الولادة الولادة ما نسميها اليوم الولادة العذراوية وطبعا هذه بتشوفها في النبي الشعياء إصحاح 7 والآية 14 ظروف هذه النبوة أحبائي الناس يعني كانت في السبي وتنتظر فادي ومخلص فالرب طبعا بيطلب من الملك أن يعني يعمق الطلبة لكن الرب قال السيد رب نفسه يعطيكم آية فالمسيح فعلا آية للعالمين هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل طبعا بحزب البشيرة متقال تكملة الذي تفسيره الله معنا فهون أحبائي منشوف الولادة العذراوية وعندما جاء الملاك إلى القديسة المطوبة العذراء مريم سألت وقالت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا قال لها الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس لاحظ الكلمات يعني القدوس هذه الكلمة قيلت عن الله فلذلك القدوس منك يدعى ابن الله يعني اللي جاء من فوق من السماء لأنه حبل به من الروح القدس ولم يمسسها أي بشر ولادة عذراوية تمت عندما ذهبت عندما بشرها القديس الملاك بشر مريم ويوسف وفعلا تمت الولادة في بيت لحم